السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكترون ميناجي والذي سوف نقوم فيه بشرح بعض المزايا الموجودة في غسالة صحون أرتيور مارتا لا تنسوا اشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك ولا تنسوا اشتراك في القرعة للفوز بإحدى الأجهزة المنزلية ستجدون رابط الاشتراك أسفل الفيديو لنتابع الشرح مرحبا اليوم إن شاء الله سنشرح بعض المزايا الموجودة في غسالة صحون أرتير مارتا أرتير مارتا الغسالة التي جاءت بست برامج منها الاقتصادي والعطوماتيكي واليومي والمكتف والزجاج وفائق الصرعة سنشرح خصائص هذه البرامج لاحقا نمر إلى سعة الغسالة الغسالة جاءت بستة عشر فردا وثلاث رفوف الرف الأعلى والرف الأوسط والرف السفلي الرف الأعلى نضع فيه المعالق والسكاكين وغيرها من أدوات المطبخ الصغيرة والرف الأوسط نضع فيه كل أواندات حجم صغير ووزن خفيف كالأكواب والصحون الصغيرة والرف السفلي نضع فيه الأواندات حجم متوسط وكبير كالصوان والقنور وغيرها من الأواني الكبيرة أما الرف الأعلى فهو قابل للإزالة إذا كنت ترغبين في ترتيب المعارق والسكاكين خارج الغسالة أو إذا أردت تنظيف السلة فهي قابلة للإزالة وهذا شيء رائع جدا والرف الموجود في الوسط يمكنك التحكم فيه كذلك إذا كنت ترغبين في رفع السلة إلى الأعلى إذا كان لديك بعض الأواني كبيرة الحجم فيمكنك رفع السلة إلى الأعلى وهذا شيء رائع جدا نمر إلى الوظائف التي جاءت في هذه الغسالة الوظيفة الأولى هي وظيفة إكسترادرال باختيارك هذه الوظيفة فإنك تزيد في جودة التجفيف وتصبح الغسالة تجفف جيدا لكن من مساوئ هذه الوظيفة بمجرد الضغط عليها فإن السهلاك الماء والطاقة يزداد وهي وظيفة تشتغل مع جميع البرامج نمر إلى الوظيفة التالية وظيفة مدير الوقت هذه الوظيفة تقوم بتقليل مدة البرنامج المحدد بنسبة 50% ونتائج الغسيل تكون جيدة جدا إلا أن نتائج التجفيف تكون غير مقنعة يزيد هذا الخيار من ضغط الماء ويرفع درجة الحرارة داخل الغسالة مما يزيد من السلاك الطاقة هذه الوظيفة تشتغل مع برنامج اليومي وبرنامج المكتف ونمر إلى كيفية ضبط المفضلة أولا نختار البرنامج ثم نختار الوظيفة التي نريدها مع البرنامج ثم نضغط مطولا على زر برنامج وزر تأخير تشغيل في نفس الوقت لمدة ثلاث ثواني بهذا نكون قد أدخلنا البرنامج إلى المفضلة إذا أردنا الرجوع إلى البرنامج نضغط مطولا على زر برنامج بهذا نكون قد رجعنا إلى البرنامج الذي أدخلناه إلى المفضلة مرة أخرى نختار البرنامج ثم نختار الوظيفة التي نريدها مع البرنامج ثم نضغط على زر برنامج وزر تأخير تشغيل مطولا لمدة ثلاث ثواني بهذا نكون قد أدخلنا البرنامج إلى المفضلة إذا أردنا الرجوع إلى البرنامج نضغط مطولا على زر برنامج لمدة ثلاث ثواني وبهذا نكون قد رجعنا إلى البرنامج الذي أدخلناه إلى المفضلة ثم نمر إلى وظيفة تأخير تشغيل باختيارك لهذه الوظيفة فإن الغسالة ستشتغل بعد مرور الوقت الذي قمت بضبطها عليه مثلا إذا قمت بضبطها على ساعة ستشتغل الغسالة بعد مرور ساعة أو إذا قمت بضبطها على ساعتين ستشتغل الغسالة بعد مرور ساعتين أما الوظيفة الرائعة التي جاءت بها أرتي المرتان في هذه الغسالة فهي وظيفة آيردري هذه الوظيفة تقوم بفتح الباب عند انتهاء الغسالة من غسل الأواني لتحسين أداء التجفيف هذه العملية تقومين بها يدويا في الغسالات الأخرى أما في هذه الغسالة فيفتح الباب تلقائيا من مساوئ هذه الوظيفة لا تحاول إغلاق الباب عند فتحه تلقائيا فهذا قد يسبب تلف في الغسالة إذا أرتي قفل الباب حتى تمر خمس دقائق وقفي لي أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك في القناة ودعمونا بالضغط على الزر لايك إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله